مجرد وهم أخيراً أدركت الشرعية أن الإشراف الأممي على عملية السلام في اليمن عبث لا فائدة منه فاستوكولم ليست إلا اتفاقية للوهم بوصف رئيس الفريق الحكومي محمد عيضة الذي جدد الإعلان عن وفاة الاتفاق الدولي الموقع مع ميليشي الحوثين نهاية العام 2018 في السويد تصريحات المسؤول الحكومي أتت كرد فعل عن وفاة العقيد محمد الصليحين أحد ممثل الحكومة في نقاط مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة والذي عمل كضابط ارتباط في نقطة سيتي ماكس الصبيحي توفي في السابع عشر من الشهر الجاري في عدن نتيجة إصابته بطلق ناري في الحادي عشر من مارس الماضي واتهمت الحكومة حينها الحوثيين باستهدافه كان من اللافت أن المبعوث الأممي مارتين جريفث قدم تعزية للحكومة بوفاة الصليحين واصفاً لاعتداء بالمؤسف لكنه لم يشرك العادة إلى الحوثيين ولم يحملهم أي مسؤولية رغم أن حادثة إطلاق النار على الصليحين كانت سبباً في تعليق عمل وفد الحكومة تداعية وفاة ضابط الارتباط التابع للحكومة تزامنت مع استمرار التصعيد العسكري في عدة جبهات وعدم تجاوب ميليشي الحوثيين مع الهدنة السعودية وترافقت مع دعوة مجلس الأمن في جلسته الأخيرة لوقف الأعمال القتالية بهدف التفرغ لمواجهة جائحة كورونا